شاهدين جبل أهل الكويت ومن نشأتها على العمل التطوعي وفعل الخير ومساعدة المحتاج في كل مكان بالعالم وأصبح الجميع يتسابق لفعل الخير سواء طبعا شباب أو بنات معنا اليوم اثنين من شباب الكويت واللي هم أعضاء في فريق اسمه تراحم التطوعي معنا أحمد العجمي عضو في فريق تراحم التطوعي وأيضا زميلة العضوة في الفهد حياكم الله معنا الله حييت أساكم الله أبو الخير أعطيكم النور ويعطيكم العافية أمساكنت معنا الأستاذة عادلة الساير وتكلمت عن العمل الخيري وهذا الشيء من زمان أجدادنا علمونا وربونا عليه لكن أنتم صغار في السن أهلكم أو شيء أحمد ما خافوا عليكم من الرحلة هذه من البعثة وإنكرتها طوعية لكن فيها خوف فيها خطوة صحيح في البداية أول ما طرحت الموضوع أني أريد أن أشارك في رحلة إغاثية مع فريق تراحم كان هذا الموضوع في سنة 2013 كان عمري 14 سنة توقع إن شاء الله كانت أول رحلة إغاثية لي للحدود الأردنية السورية وعمرك 14 إن شاء الله يصغير طرحت الموضوع على الأهل أول شيء كان فيه طبعا عدم موافقة على الموضوع لأنه فيه خطورة وهناك سنة 2019 كانوا نشاط الأزمة السورية والحروب المسايرة بدايتها أي بدايتها فكان فيه رفض من الأهل ولكن بعد شوية يعني ما في إن شاء الله شيء وهذا أقنعتهم أي أقنعتهم طريقتي والحمد لله رحت أول رحلة من بعدها الحمد لله كملت في مسيرة العمل اللي غاثي وعملت تطوعي مع فريق تراحم لأن العمل هذا إذا دخلت فيه ما رح تقدر تطلع منه لأنه يصير لك مثل إدمان يصير بدم أي شيء جميل الحمد لله مستبني على الموضوع حضر طبعا مثل ما قال أخوي أحمد هو في البداية الموضوع وايد صعب على الأهل خصوصا كوني بنت أكيد أنت أخطر فأروح أقول لهم بروح الحدود فأنا منصجت باب الحدود نوصيب هنا فكان في البداية أن نرافضي الموضوع تماما بس مع محاولات الأقنع قدرت أن أقنعهم ورحت فبعدين أنه بعد ما رديت من الرحلة الأولى حسوا بتغيير يعني أنه فيه فيه وائد أشياء فيها تغيرت وصد يعني هذا الشيء وائد غير فينا يعني ضاف لنا نومنا قومتنا قاعدتنا كل شيء تغير لأننا رحنا شفنا حياة تماما مختلفة عن حياتنا ومجرد ساعة بالطيارة أو ساعتين فجأة الوضع وائد غير فهذا غير فينا وائد حتى لما نأكل نستشعر كل النعم اللي عندنا فأحمد الله هذا شيء إيجابي أننا خذيناه من الرحلات هذه نعمة مثل ما قلت تستشعرين النعمة الكبيرة اللي نحن فيها ونحمد الله عز وجل عليها زينا حمد تكلمني شونه شفتوا هناك شونه كان دوركم في الإغاثة هذه حلو نحن عندنا في فريق تراحم التطوعي نعلن عن الرحلات الإغاثية قبل أن ننطلق دين الحدود فيكون الفريق عبارة عن هرم هذا الهرم كل واحد يكمل الثاني عندك اللجنة الإعلامية اللجنة خاصة في المعونات الإغاثية الأجنة الإدارية فكل من يكمل بعضه يعني اللي مبدع في المجال الإعلامي اللي مبدع في المجال اللي هو التصوير والفيديو وغيره يقدر يساعد فيه حتى الحرفي أي الحرفي مثلا عنده روح قيادية يمسك فريق هناك في معين من الشباب وهذا يوزعهم على الحدود لأننا نحتاج مثلا عندنا التنظيم لأن هناك أعدادهم من شاء الله كبيرة فكل من يكمل بعضه ونتوا تتبعون الهيئة الخيرية العالمية الإسلامية العالمية فريق تراحم فريق أنشأ في عام 2012 مع بداية الأزمة السورية وهو تابع للهيئة الإسلامية الخيرية العالمية أنشأ لهدف إغاثة إخوان اللاجئين الموجودين في سوريا وللتخفيف عن عالمهم بالمقابل أثنينكم طلبة وفعلا صعب أنتم تلتزمون مع فريق إغاثة خارج الكويت مع ارتباطاتكم بالدراسة أنت طالبة بالجامعة وأيضا أحمد طالب ثانوي ويعطيكم العافية لكن ماذا قدرت أثنينكم أنتم توافقون بين العملين الدراسي والتطوعي؟ أحنا غالبا تكون رحلاتنا بالويكند ويصادف أن يومين دوام فأغلب الرحلات مثلا لما تكون فيه إجازات رسمية عيد وطني غيرها العيد رمضان فأحنا أريد أن نكون معطلين وإذا مثلا ما كنا معطلين رح يكون أننا يعني ما رح نغيب بايد نعم مزين بس إنه كثير الرحلة عادة تكون؟ أربعة أيام ممتاز يعني نروح الأربعة ونرد السبت ممتاز بالغالب يعني ممتاز ماشاء الله وأحمد أبي أبيك بتقول لي مشهد شيف تأثر فيك يعني كالشاب ماشاء الله إحنا عمرك 17 سنة وإنت من عمرك 14 سنة بهالوقت الواحدة يلعب يستانس عرفت لكن شنو المشهد اللي أثر فيك اللي يغير أحمد حلو دائما ينسألها السؤال أحمد ليش بديت في مسيرة العامة تضوع شنو يغير فيك شنو يخليك تطمح أن تكون في رحلات الإغاثية أول شي إن رحت رحلة إغاثية رح يتغير فيك في شخصيتك في معالمك 180 رجال رح تلاقي سوليكياتك مع الآخرين تختلف رح تلاقي شون تكلم مع الناس شون تعامل معهم شون تأخذ وتعطي العطاء يغير في الإنسان نعم من خلال رحلتنا للاجئين السوريين الحمد لله لقيت الأثر على نفسي والتغير اللي صار فيني وفي أخلاقي ومعاملتي مع الناس وبدأت أحس بالنعمة التي حولي فهذا الشيء خل الأهل الآن يصرون علي أن أكون موجود في رحلات أخرى بعدما كانوا غير موافقين وموافقين على أن أكون في رحلات وخايفين لأنهم شافوا الأثر فمدام منهم شافوا الأثر شافوا التغيير في الشخصية والتغيير في الحمد لله لأن عندنا معارف في المجال اللي غاثي والمجال اللي غاثي يجمعك مع الشخصيات اللي لها نفس اهتماماتك مثلا رحت أنا اشتغلت في المجال الإعلامي مع الفريق فلقيت واحد مثلا يحب التصوير معي صرنا صداقات وكوننا صداقات علاقات ممكن تستمر لأمد طويل بإذن الله فهذا الذي يجعلني أطمح أن أكون دائماً في الرحلة الغاثية وهذا الذي يجعلني أسعى أن أكون أحمد هو الأمان من الله عز وجل لكن هل الموضوع آمن بالنسبة لكم؟ مثلاً يشوف يتشجع يروح فأكيد يسألون شون طريقة الأمان هناك؟ إذا أحد يجاوبني فيكم هو أمان لأنه عندما نكون مع الأردن حدود السورية الأردنية السفارة يكونون يدرون ويعني السفير الكويتي يكون ويانا يتواجد في حفل الأيتام حفل الدعم النفسي يعني هو قاعد يساعدنا بهذه الأشياء وهما لما نكون في الحدود السورية التركية قاعد نتعاون مع فريق عطاء فريق هو فريق حق الدعم والإغاثات فكل الأمور مترتبة ومتسهلة بعيدة عن أجواء الحرب والأمور هذه هذا ضروري نعم نتكلم أيضاً عن رحلاتكم الأخرى أحمد يعني غير إغاثة سوريا أيضاً كان لكم مشاركات في دول أخرى أو عمال تطوعية في دول أخرى صحيح؟ صحيح في بداية نشاط عمل فريق تراحم تطوعي كان مقتصر على الحدود الأردنية السورية الآن لا صار فيه تغيير في توجه ثاني إلى الحدود التركية السورية في منطقة أورفا هي منطقة حدودية نعم يتواجد فيها أعداد كبيرة من السوريين فحرص الفريق أن يتواجد بينهم ويوزع عليهم المعونات لأنها عددهم كبير ولا يقارن بعدد الموجودين في الحدود الأردنية عددهم كبير جداً فحبنا أن نوسع نشاطاتنا وتعاوننا مع جمعية مثلما قالت تخطيفي جمعية أطاء هي الجمعية المسؤولة عن التنفيذ هناك معنا برفقة فريق تراحم العمل منظم جداً الأسر مكتوبة أساميها في كروت وتوزيع يكون وفق نظام معين وفق أساميها ممتاز إن شاء الله متواصلين معكم لأننا نفتخر فيكم بعد الفاصل بإذن الله مع شبابنا المتطوعين استمرين معكم مع شباب الكويت اللي كلنا نفتخر فيهم التراحم أمل أحمد العجمي وفي الفهد قصص كثيرة صارت مواقف حلوة صارت لكم مؤثرة إنسانية فإذا حد يذكر لي فيكم موقف نبدو يا أحمد اليوم بذكر قصتي عملها الفريق في يوم الأيام كانت رحلتنا عبارة عنها أربعة أيام خلصنا اليوم الأول واليوم الثاني في اليوم الثالث خلصنا الإغاثة على ساعة عشر تقريباً عشر الصبح أو الأبليا؟ عشر الصبح قال عم ناصر العم ناصر البسام هو رئيس فريق تراحم قال اخذوا جناتكم اليوم ما رح نام من فندق ناما سواحنا على سفر عملي ما رح نام قال اخذوا جناتكم اليوم عندنا تجربة حلوة خلصنا وخلينا الطريج مانا هدي وين رايحة قال لنا رايحين منطقة رايح جنته توية وماشي في هالليل أي فروحنا منطقة اسمها منطقة البأترح في درجن هي منطقة سياحية صباح فأول ما وصلنا فكاننا مشينا 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 وما يوجدنا فأنا في البعض تعالب البعض فكل من يتساءل ليش ليش هل هي يحدث ما عيصير فالذبت أي أول ما وصلنا دخلنا مكان فيه خيام هو مثل المنتجع لكن خدمات الخدمات فيه سيئة جدا يعني صفر نجمة صفر نجمة لا و الساعة 12 بالليل يطفون الليتات فعلا لا هذه الليتات كلها وبين الجبال فقال يلا كواحد يمسك خيمة و يذهب نام فيها فقعدنا و هذا يمعنا بالليل على يمعنا و على العشاء فقعد يقول لنا هذا كله اللي صار من مشي في البترة و نوم في الخيام هي تجربة بسيطة لحياة اللاجئ السوري لما يطلع من الحدود و يمشي آلاف الأمتار و يوصل لمنطقة يمكن حتى الخيمة هذه لا يلاقيها ينام على الأرض فكانت تجربة و لا تنسى لأن صد غيرت فينا الكثير يعني بدأينا صد أحسنة لا لا صح يعني الحمد لله الحمد لله نرد نعم بيوتنا و ناكل أحسن لك و الأفضل لك صح و هو يمكن مش آلاف الكثير من ترات و إحنا بس الصد اللي يخفف على نفسك و اللي يهون عليك أنه لما تعطي الطرد الغذائي اللي هو المعونات كلمة شكراً هذه الكلمة تمحو كل التعب يقول لك شكراً أحمد و شكراً لكويت شكراً لكويت شكراً لشاب الكويت شكراً لكويت الشكر الموصول لصاحب السمو هذا الشيء صد يأثر فينا و قصة أثرت فينا من خلال رحلاتنا أكيد نعم و أكيد فاي عندها قصة صيح في مرة من المرات كنا رايحين شقاق الكرامة و ألتقيت بطفل هناك كلمرة لما أروح أصور يعني أمسك اللجنة الإعلامية فشاف عندي كاميرا شاني يقول لي أن أبي أجرب فعطيت الكاميرا و قاعد يصور 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 و بس يعني خلص نومه شيني يعني تقريباً قاعدنا 45 دقيقة بالمكان ما طولنا يتبعت شمسنا نفس المكان فجأة أولا يعني تذكريني أنا أم بوادي هالفة ما راح أتذكر شاني يقول لي أنا لما يتي ذاك المرة عطيتيني كاميرتك فهذا الشي خلاني إنا إحنا إينا ثلاثة أيام وبالمكان هذا ما قاعدنا حتى ساعة لكن يعني الأثر اللي يعني تركناه بأشياء جداً بسيطة خلتهم يذكروني حتى بعد شمسنا لما أرد لهم فهذا الشي يعني خلاني أستانس حيل طبعاً لمانا كبير أكيد هذا الموضوع وأنه يذكرك بعد هالسنين يمكن قلت تشاركت بعض القصة بسيطة لكن كانت لهم الأثر إذن شنو المواضيع يعني نقول البرامج الإغاثية مالتكم شنو الأشياء توزعونها هل هي فقط مؤن غذائية أم هناك أشياء أخرى طبعاً نتميز فريق تراحم بشغلة يديدة اللي هي الدعم النفسي من خلال زيارتنا للاجئين السوريين لاحظنا أن المعونات لا تقتصر فقط على الطرد الغذائي كسوة الشتاء الفحم لا تقتصر على هذا لاحظنا أننا لازم ندعمهم نفسياً يشكل فريق تراحم التطوعي في الكويت مجموعة من الخبراء النفسيين فريق كامل متكامل ينظم لهم رحلات في السنة يقومون دورات للاجئين السوريين والأمهات والأرامل يعطونهم إعادة تأهيل مثل الدكتور عثمان العصفور الدكتور الشريف الخميس هؤلاء دكاتر معروفين في الكويت فريق تراحم التطوعي للحدود وعطى للاجئين السوريين دورات تأهيلية من شأنها أن تخفف على اللاجئ هذا ممتاز يعني الموضوع ليس فقط غذاء وملبس أيضاً عن الأمور النفسية الأمور العقلية كذلك عندنا هذه المشاريع اللي تكون دائمة موسمية الموسمية اللي تكون مثل كسوة الشتاء والفحم والدائمة اللي تكون طرود الغذائية وكذلك عندنا مشروع المئة مسكن كان في رمضان اللي طاف تم نقل أمية أسرة من الخيام إلى الشقق وسكنناهم بالعيد فأنا فرحنا معاهم بالعيد بسكن يديد وفي كل رحلاتنا اللي بعد هالرحلة أن نزورهم نطمن عليهم ما يحتاجون يتواصل بينكم وبينهم صاروا مثل الأهل أيضاً عندكم مشروع الشفيع لحظ كتاب الله مشاغل إنتاجية الخياطة هذه أيضاً مشاريع حلوة كلمونا عنها شوي اللاجئين هناك السوريين حبّوا أن لا يستلمون دائماً تبرعات متى نحنا نستغل نحنا نستغلون بالفلوس نفسنا فبدأ في رحل تطوعي يأجر مشاغل لمدة سنة سنتين للاجئات بشأنهم أن يستغلون مثلاً الحياكة مثلاً الطبخ أمور يدوية أمور يدوية يطلعون منها فلوس ومن بعدها يشتغلون ويبنون نفسهم ويعادة تأهيل من نفسهم هل هناك مثلاً ممكن فكرتوا فيها أو لا الأمور الحرفية التي سونا سواء كانت نسيجة أو فخارة أو أمور هذه هل ممكن أن تأتيبونها لكويت ويتنبيعها بالكويت وترجع مرة ثانية لهم الإرادات هل هذا كان في بالكم؟ قاعد نشتغل على الموضوع لا ممتاز هما باقوا بكويت لا شيء جميل فهذا يعني أساس أن يتحركون أكثر بهذا الموضوع الآن اللي وده يلتحق فيكم الشباب يمكن تحمس الآن يمكن الأم والأبو أيضاً عجبتهم القصص وعجبتهم إن شاء الله النماذج لحضرتكم موجودين شو نقدر يتصل فيكم؟ قبل كل رحلة نفتح باب التطوع نعلم بالإنستجرام عن فتح باب التطوع يمكنهم من خلال هذا يتواصلون معنا ويعبون الاستمارة وإن شاء الله يكونوا معنا في الرحلات تراحم 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 وهمًا رح يكون عندنا رحلتين برمضان ورحلة بالعيد يمكنهم أن يتابعوننا يعني أنتم لا تعيدون مع أهلكم؟ والله عيدنا مع أهلنا وعيدنا معهم أحلى وأحلى وهلنا فخورين فينا نحن نعيد لهم؟ طبعاً أكيد أكيد آخر سؤال بكل واحد فيكم يقول لي شنو غير في العمل التطوعي؟ شي ملمولة لاحظوا فيكم لا فينا أكون شي داخل بين الإنسان ونفسه الشعر أن مثلاً هذا العمل قدم له شي لذاته صحيح دائماً أقولها أول شي أنا أتطوع لنفسي أنا لما أعطي ولما أبذل لا أقول أن أنا خسرت وقت لا أقول أن خسرت الجهد لا أقول أن خسرت مال بالعكس هذا الشي يرد لي مع الوقت يرد لي ببناء شخصية يرد لي بعطاء بكرم من الله سبحانه وتعالى بتوفيق من الله سبحانه وتعالى فكل رحلة إيقاذية تردين منها تقول لا أبي أضوح مرة ثانية مرة ثانية لأن التغيير والنفسية والتوافق من الله سبحانه وتعالى واضحة وجلية في حياتك تكون الله يتمّم عليك تحسين بالرضا عندما تذهب إلى مكان وتساعدين وتعطين تردين أنت يراضي عن نفسك فنحن يمكن أن نلهب بالدنيا نلهب أشياء لكن يجب أن تفعل شيء ليس فقط تأخذين يجب أن تعطين فرحلات مثل هذه نحس أننا نستطيع أن نقدم شيء وواجبنا بالنهاية لأنهم أخواننا فواجبنا أن نقدم شيء نحن جداً نفتخر فيكم أحمد العجمي وكذلك في الفهد نماذة جداً جميلة بوطن الخير ووطن الكرام وإن شاء الله يارب تستمرون على هذا العمل وأيضاً الشباب يمكن أن يتشجعون ويشاركون مع أخوانهم في تراحهم أمل شكراً لكم أحمد وفي على هذا اللقاء وأيضاً شكراً لكل من تابعنا في الحلقة نشوفكم إن شاء الله باتشر على خير ومع السلامة